انطلقا من المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرص منها على مشاركة المواطنين لاحتفال بعيد الفترة المبارك وصلت الوزارة توزيع الهدايا على المرضى بالمستشفيات المختلفة وذلك تزمنا مع قيام الوزارة بتأمين احتفالات المصريين بعيد الفترة احنا ولادك يا بلادي تجرف دمنا احنا اللي لما بتنجينا معاك كلنا تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الامنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفتر المبارك من خلال الانتشار الامني المكثف لتأمين المتنزهات والحدائق العامة والمنشآت الهامة والحيوية والمسطح المائي ودور العرض السلمائي واماكن تجمع المواطنين كما تشارك عناصر الشرطة النسائية في عمليات التأمين لفرض مظلة من الامن والامال للمواطنين خلال ايام العيد وقد شاركت وزارة الداخلية من خلال فرق موسيقات الشرطة المواطنين لاحتفال بعيد الفتر المبارك في الحدائق والمتنزهات بعزف الموسيقات المتنوعة التي تفاعل معها المواطنون بتزامن مع انتشار القوات تشارك وزارة الداخلية المواطنين لاحتفال بعيد الفتر المبارك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية حيث وجهت الوزارة مأموريات إلى عدد من المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية لتوزيع بواد تحتوي تحكي العيد على المرضى من من يتلقون العلاج بتلك المستشفيات في إطار الدعم المعنوي والنفسي المقدم لهم من قبل الوزارة لتحمل رحلة العلاج وآلام المرضى نشكركم على محبتكم وعلى زرياتكم الحلوة وفرحتونا وفرحتو عياننا وربنا يفرح علبكم وكل سنوان طيبين دي حاجة فرحت قلوب بلادنا وفرحت قلوبنا لأن إحنا طبعا فرحنا كتير لأنهم افتقرونا افتقروا أولادنا شكرا عزيرة جميلة دي ومبساطتنا ورفعت من رحلة المعنوية إحنا والأولاد والأولاد ترموستين جدا كل سنوان طيبين وعرف الشكر للريس اللي مش نسينا وكل سنوان طيبين هذه اللمسة الإنسانية من وزارة الداخلية بمشاركتها فرحة العيد مع المرضى كان لها أثر إيجابي عليهم فقد رسمت الفرحة على وجوههم ورفعت من روحهم المعنوية وأولادنا كلهم فرحانين والحمد لله أنتم بتزرونا وأطفالنا رضي كويسين دايما طول ما هم بيشوهوكم إحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو دايما مش نسينا وفكرنا وبيفرحنا دايما وبيفرح أولادنا أبدى المرضى بالمستشفيات المختلفة فرحاتهم بهذه المبادرة ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية التي وفرت لهم أجواء من الفرحة والبهجة زادت من شعورهم بفرحة العيد نشكر زباة وزارة الداخلية اللي هم جووا من النهاردة وبسطوني وبسطوني وجابوا له لفس العيد شكراً أنهم فرح حبني بمناسبة عيد الفتر المبارك كل سنة والطيبية أحب أشكر الرئيس على الهدايا اللي قدمها الأطفال والمستشفيات لإدخال الفرحة والسرور على قلبهم أحب أشكر وزارة الداخلية على النهاردة على زيارتهم الجميلة للمستشفى وتوزيع الملابس العيدة على الأطفال وطبعاً دا ليه إحساس حلو جداً عند الأطفال وبيدخل السرور على قلبهم وعلى قلبنا نحن كمان ودي مش حاجة جديدة على وزارة الداخلية يعني دي زيارات متكررة ومستمرة واتمنى أنها إن شاء الله تستمر في مناسبات تانية مشاركة إيجابية من وزارة الداخلية المواطنين لاحتفال بالأعياد والمناسبات في إطار تفعيل الجانب الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية التي تواصل تحقيق مستهدفاتها في تقديم خدمة أمنية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية للمواطنين